هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعقف على وضع سيناريوهات لتعامل مع استمرار أمد تداعيات الأزمة الأوكرانية كما جدد مدبولي التأكيد على أن الموازنة العامة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي على دعم الدولة للفلاح وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية لتقليل الفجوة الدولارية مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان عن نظام الزراعة التعاقدية في موضوع دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية الحقيقة نحن فيه تركيز شديد جدا إزاي أن نقلل الفجوة الدولارية من خلال أن نركز على تعظيم صدراتنا وفي نفس الوقت تخفيض الواردات بتاعتنا الجزء كبير من الواردات بتاعتنا طبعا فيه المحاصيل اللي هي بتدخل فيه الأعلاف وأيضا فيه زيت الطعام أو الزيوت بصفة عام وده نقطة مهمة جدا واللي إحنا وجدناه إن إحنا طبعا بنستورد الحجم الأكبر جدا من العلف بتاعنا واللي هنا بتكلم على العلف تحديدا فيه الدرة وفول الصوية وبالنسبة للزيوت برضو بيدخل معايا المحاصيل الدرة وفول الصوية وعباد الشمس فالحقيقة يمكن بالتوافق مع معالي وزراء الزراعة والرأي والتموين إن شاء الله حنعلن في خلال أيام قليلة أسعار اللي إحنا بنسميها حنأخذ بنظام الزراعة التعقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي الدولة حتستفيد منها سواء في العلف أو في إنتاج الزيت اللي حنعمله إن إحنا حنعلن للثلاث محاصيل الدرة وفول الصوية وعباد الشمس سعر اللي إحنا بنقول عليه سعر ضمان للفلاح